اشتركوا في القناة الفين و عشرة و اخر جهاز مسكها ستيو جوبس من ابل فنتمنى ابل تغيرها فالتسبات جديدة ان ابل راح تغير الشكل و راح يكون الشكل حقه الخارجي بشكل ال ايباد كيف شكل انه راح يكون بالحواف هذي موجودة نتمنى الايباد الشكل الموجودة حين ما اقول لكم مش حلو بس في 2010 كان حلو الان ابل لازم تغير قيرت الايفون مرتين قيرت الايباد حين ثلاث مرتين صناعت الايباد اصلا و تغيرت اجيال وصلت في الايباد ولا لان ما تغير الماك الماكبوك تغير طلع ماكبوك و راح و طلع ماكبوك برو و نزل جديد 60 انش نزلت ساعة اربع مرات هومبود نزلت نزلت ابل تيفي مرتين اشياء جديدة نزلت قبل قلم مرتين غيرتها الا الايماك مغيرتها الماكبرو كان اللي موجود في صندوق بعدين نزل عزوكم الله لان نزل احنا الشكل جديد و الى الان مغيرت طلعت شاشة جديدة و الى الان ما غيرت هذا الايماك فالمحبين الايماك انتظرو حين ايماك جديد بشكل جديد بقوة جديدة راح تكون قوة قوة صجة يعني الماكبوك 16 تقدر تحتار بين كنت مثلا جهاز مكتب ما تبي التحرك او تبي لابتوب انت او اشتري لابتوب لكن ما راح اطلع البيت كثير محتار بين الايماك و اللابتوب فالفترة قولك يمكن لابتوب لان احيانا اللابتوب شوي بشكل جديد لكن احين مع الايماك لا قبل راح تنزل شي جديد خلاص يصير للاشخاص اللي يبون مكتبي على طول قلهم اختار ايماك بدون اي تفكير الايماكات الغديمة في نوعين ايماك وفي ايماك برو ايماك برو وصلنا على 5k الايماك برو الوحيد اللي تقدر تغير رامات من الخلف اول الايماك العادي الايماك برو تقريبا الان يمكن الايماك الجليل ما راح يتغير في اي شي راح يكونك ستاك في كل شي فتختار لك ستوراج الخاصة فيك وعيش ايماك مثل ايماك برو لحق احترافية احترافية يعني خلاص تحتار بين ماكبوك 60 انش اعلى سبيكس او الايماك برو تابي تتنقل خذ الماكبوك برو تابي لابتوب لحق انتاج وحق كل شي وجلس على المكتب على طول ايماك بدون اي تفكير فهذا الايماك الجديد راح ينزل بشكل جديد اخيرا ابل وفي شي ثاني برضو تكلمنا ان ابل راح تنتقل على معمارية ارم معمارية اللي موجودة ابل اي فون معمري اللي موجودة على الايباد اللي هي الـ chip او البروسيسر لداخل مش انتل كن نتمنىها من زمان احيان ابل راح تعلنانها في المؤتمر على تكتيربات اللي موجودة ان ابل راح تبدأ لحق المطورين انه متى من المطورين والشي الوحيد اللي شوي اللي يخليك ما تنتقل لحق الارم ان متى البرامج ينتقلون عليه متى البرامج يكونون مشتقلين على معمارية الارم اتوقع ان ابل راح تبدأ مع المطورين مثل ما يقولون هنا ان تبدأ معها راح ننتقل لحق اارم فيستعدون يعطون المطورين انذار او مش انذار تعريف اولنا استعدوا انكم تطولون برامجكم عليه فحركة حلوة انتل خلاص انتل من زمان مبرد تتطور يعني الى الان جرسة على 10 نونومتر يقول لك السن الجاية تروح توصل على 7 نونومتر نحنا السنة هذي راح نوصل على معمارية اارم على 5 نونومتر بعد سنتين انتم مستعوبين بعد سنتين على حين الـ A14 لحق الايفون والايباد راح يكون 5 الـ A16 خمسة السن الجاية الـ A17 الـ A17 بعد سنتين راح نكون 3 نونومتر وانتل حبيباتنا توها راح توصل الى 7 نونومتر السن الجاية فابولا وصلت على الارم اتوقعنا راح تنزل جهاز خفيف البداية يمكن الماكبوك كانسلته من زمان ورجعت ماكبوك اير كانت تلك الفترة لا كانسلت الماكبوك اير وحطت الماكبوك كان على معالجات انتل ا شيء معالجات الانتل الغديم اللي بدون مراوح بدين تطورت وخلت فيه الى على الارم فاتوقع الماكبوك هذا البداية على الارم حبة حبة فليش تنتقل حق قبل هذا الحق لان انتقلت قبل هذا الحق تعرف انه خلاص المعالج حقها كل شيء حقها تعرف انه وقت ما تطور الشيء وتحطه ما تنتظر انت الحضراتها تنزل معالج جديد وتحطه بالجهاز حقها قبل تتواهق مثلا تقول قبل الجهاز حقنا بنغيره مثل ما غيرت قبل 5 سنوات الماكبوك برو يعني غيرته وسوته نحيف انت المغيرت المعالج ما سوت شيء قوي فطلع فيه مشاكل بالحرارة وكل شيء لانه قبل تقولك انا بغير الشكل طيب المعالج حقكم ما يتقلم مع الشكل حقي وتسوي حرارة ومتشنه هذا الشيء اللي وهق في الجهاز حين قبل انتقلت على المعالج حقي خلاص رح يكون كذا لازم معالج غير معالج الايباد يحطون فيه لكن تخيلوا ان احين ايباد ثماني نواة في معالجات الايماك يقولون لك قبل تنزل ثمان عشر نواة في معالجات الماكبوك مثلا احين الماكبوك اعلى واحد الماكبوك برو سكسين انش توصل الى ثماني نواة تغريبا فتخيل توصل ثمان عشر نواة حلول لحق النواة الكثيرة لحق الاخراج لانه معروف ان الحق الى الاخراج حلو ان يكون عندك نواة كثيرة الحق الالعاب نواة اقل وبس سرعة النواة فابل اتوقع انتقلت حق معالجة أرم خلاص تفتح المجال الحق الالعاب رح يكون لبتوباتها بالحق الالعاب معالجة أرم ما يحتاج فيها مراوح فابل ما ديش بتسوي معالجة أرم الموجود في الابل تيفي 4K حاطة في مراوح يعني رح يكون تبريد على المعالج لا يحتاج تبريد فرح يكون شغل حماس بس ما دي بنفكر يعني هل قبل رح تفصل معالجات عارف ان الكلام حقي رح يكون طويل خلاص الموضوع عرفته لكن احنا نفكر احنا في اشياء توقعات معاكم يعني مثلا مكبوك اير معالجات في اي 3 اي 5 اي 7 بس قير اي 3 اي 5 اي 7 لحق المكبوك برو 13 انج هذي قير لحق شغل خفيف هذي شغل اقوى المكبوك 16 برضو في اي 5 اي 7 غير المكبوك 13 يعني اللي يعرف حق المعالجات يعرف ان مش بس اي 5 اي 7 لا في ارقام هذي المعالج لحق هذا الاداء هذي المعالج هذي المعالج لحق هذا الاداء ف ابل اي شغل اللي بتحط هل بتسوي معالجات برضو من فاصلة لحق اللي بتوباتل جديدة او تسوي المعالج يكون كذا معالج كذا نوات اختلف ما ندري الى الان ش بتسوي احنا ما راح نتكلم عن المعالجات ابرو ما لا توقع راح تتكلم اولا ما راح تجيب طاري من اي معالجة راح تحطها لكن باش راح تكلم مطورين وتبدأ معاهم سلسلة جديدة ان كيف ينتقلون من المعمارية اللي موجودة حين حق انتل والمعمارية العادية الى معماليات معماليات ارم انتغال هذا اللي راح يسوي قفزة قوية الويندوز انتقل قبل سنة او سنتين او ثلاث مادري بس في ماكروسوفت سيرفس اكس سوتها في مشاكل كثيرة لان صعب انك تجيب مطورين الويندوز يطورون حق معمالية ارم وهم جلسين على يعني اوكي وين الجهاز اللي موجودة عشان نطور عليها فالى الان الناس جلسين على انتل او اي ام دي ابل لا جهازها حقها فتجبر المطورين تقلون عليه فالتطوير عند ابل راح يكون اسرع من التطوير عند انتل فنشوف قدام شو يسوون انا بالنسب لي اقولكم اياها من نسب لي لو ان اندي مكان مستقر فيه وانعارف ان راح يستقر هنا مثلا لحق ست سبع عشر سنوات قدام على طول راح اشتري الاي ماكرو لكن انا عارف ان راح يستقر فما عندي خيار الاي ماكبوك برو انت انت مستقر ومحتار وعادي عندك ما يحتاج تتنقل في الاماكن الاي ماكرو بدون اي منازع يعني تشتري دقيقة قبل ما خلص نسيت شيء لحجة ما تكلمنا عنها لحق الاي ماك اذا قبل راح تغير حجم الاي ماك اذا اي ماك احين فيه حواف كبيرة وبتغير الحجم كم لحجام راح تكون هل بتكون لحجام اكبر ولا بتصقرهم الجواب لازم نشوف الايبادات اللي موجودة حين عندنا ايباد 2017 كان فيه ازرار فيه كان ايباد بروثني ايباد بروله 12.9 الموجود عندنا في ايباد ثاني كان 10.5 قبل اشتوت ال 10.5 ما غيرت الحجم حقه كبرت الشاشة فصار 11 اللي موجود عندنا اما ال 12.9 ما كبرت حجمه سقرت حجمه يعني البازل كنسلته وسقرت الجهاز فتم 12.9 لكن ابعادها تختلف اوكي فابل عندها خيارين لحق الايبادات الجديدة حين 21 والثاني 27 فعندهم خيارين لحق الايباد اذا بتسوي نفس الحركة لحق الايباد فال 21 يمكن يكون 23 لان يكون نفس الحجم لكن بدون حواف الثاني 27 تم نفسه يمكن لكن تتسقر الحواف كله فعندها الخيارين لو بتسوي ذلك حركة يمكن ابل تطلع بحركة ثانية تعرف ان ابل كيف ان تخليك تفكر في الشيء وتغيره هذا الحق الايماك اللي موجودين العاديين لكن الايماك برو اش بتسوي فعندها ثلاث خيارات توقع الصغير تكبر شوي الايماك 27 العادي تسقر الحواف تخلي 27 اما الايماك 27 اللي هو الايماك برو تكبر مثلا فنطلع يمكن ان نوصل فما ادري بس الايماك برو هل برح يعلونه عنه في المتامر ولا لا هل رح بس يعلونه عن الايماكات العادية اللي هو الايماك 21 وال23 حين ولا لا ما ادري الان لكن هذا التفكير يعني توقع ان انتوا كيف يسونا اذا بتشيل الحواف الاحجام كيف رح تكون بتسقر واحد بتكبر واحد او بتسقره مدينة و بتكبره مدينة نشوف قدام شو سواء فكل التسويبات وكل اخبار هذي كلها ننتظر مؤتمر ابو الغادم ونشوف كل شي عندكم ففي نهاية الفيديو حسابي سناب شات تشرف ونشر المقطع وعمل لأكل مقطع وتعليقاتكم متحدة تهمني و لا تنسوا اني وظل دعاكم كتبري تحت تعليقات شى اللي مشتاقين او شى اللي متحمسين في هاردوير مثلا مؤتمر ابو الغادم وان مور ثنج شى اللي بيسير ما ندري هل نظرة تابول او شي جديد ما نعرفين شنه بس السلام عليكم شكرا